السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الثالث درسنا لهذا اليوم هو الدرس الأول من الوحدة الثالثة صفحة 109 وهو بعنوان خاصية التوزيع الجزء الأول والهدف من هذا الدرس هو تجزئة الحقائق المجهولة إلى حقائق معلومة وحل مسائل الضرب في فقرة أحل وأشارك صفحة 109 سوف نستكشف طرقا لتجزئة شبكة تمثل حقيقة ضرب غير معلومة إلى شبكتين جزئيتين تمثلان حقيقة ضرب معلومتين أجد طريقتين لتجزئة الشبكة أدنى إلى شبكتين جزئيتين ما جملة الضرب التي يمكنني كتابتها لتمثيل كل شبكة ما مجموع ناتجي هاتين الجملتين أوضح إجابتي عزيزي الطالب ستساعدك الأسئلة التوضيحية التالية على حل هذه المسألة ما عدد الصفوف في الشبكة؟ ممتاز عدد الصفوف في الشبكة هو خمسة صفوف وما عدد الأعمدة في الشبكة؟ كما ترى عدد الأعمدة في الشبكة هو أربعة أعمدة وما المطلوب منك فعله؟ المطلوب هو إيجاد طريقتين لتجزئة الشبكة الأصلية ثم كتابة الجملتين العدديتين للشبكتين ومقارنة الناتجين وما الأدوات التي يمكنك استعمالها لحل هذه المسألة؟ ممتاز نعم سوف تستعمل قطع العد يقول هذا الفتى يمكنني أن أكون دقيقا يمكنني توضيح ما تعنيه الجملية العددية والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو لحل هذه المسألة مرحبا يا أصدقاء كيف حالكم؟ كفرت إلى هذه الشبكة وقلت أنها تتكون من خمسة صفوف وأربعة أعمدة أليس كذلك يا أصدقاء؟ فقلت أنه يمكن أن أجزئ هذه الشبكة إلى شبكتين جزئيتين تتكون الأولى من صفان وأربعة أعمدة وتتكون الثانية من ثلاثة صفوف وأربعة أعمدة ما رأيكم بعملي يا أصدقاء؟ هل بقي شيء لحل هذه المسألة؟ أمانا الحل مكتمل مرحبا يا أصدقائي كيف حالكم؟ أما أنا فقلت أن جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي خمسة ضرب أربعة لأنها تتكون من خمسة صفوف وأربعة أعمدة وجزأت هذه الشبكة إلى شبكتين تتكون كل منهما من خمسة صفوف واثنان من الأعمدة أصدقائي الأعزاء ما جملة الضرب التي تمثل الشبكة الأولى؟ أحسنتم كما أنتم رائعون جملة الضرب التي تمثل الشبكة الأولى هي خمسة ضرب اثنان وهي حقيقة ضرب معلومة وقد درسناها في الدرس الأول من الوحدة الثانية والجملة الضرب التي تمثل الشبكة الثانية هي أيضا خمسة ضرب اثنان ويساوي عشرة يتضح لنا مما سبق أن خمسة ضرب أربعة تساوي خمسة ضرب اثنان زائد خمسة ضرب اثنان لكن خمسة ضرب اثنان تساوي عشرة إذن خمسة ضرب أربعة تساوي عشرة زائد عشرة كم سيكون الناتج يا أبطال؟ أحسنتم نعم الناتج هو عشرون يتضح لنا مما سبق أنه يمكن تزيئة حقيقة ضرب إلى حقيقتي ضرب معلومتين في هذه الفقرة أعزائي الطلاب سوف نجيب عن السؤال الأساسي لهذا الدرس صفحة مائة وعشر وهو كيف يمكنني تجزئة حقيقة الضرب أراد عبد الرحمن ترتيب المقاعد في سبعة صفوف وفي كل صف أربعة مقاعد أراد معرفة عدد المقاعد التي سيحتاجها ولكنه لا يعرف ناتج ضرب سبعة ضرب أربعة عزيزي الطالب ستساعدك الأسئلة التوضيحية التالية على إيجاد ناتج ضرب سبعة ضرب أربعة ما عدد الصفوف في الصورة؟ أحسنت عدد الصفوف هو سبعة صفوف وما عدد المقاعد في كل صف؟ كما ترى عدد المقاعد هو أربعة مقاعد هل تعرف ناتج حقيقة الضرب سبعة ضرب أربعة؟ في الواقع لم نتعلم لحد الآن أي من حقائق ضرب العددين أربعة أو سبعة لكننا تعلمنا حقائق ضرب العددين اثنان وخمسة يقول هذا الفتاة يمكنني استعمال حقائق الضرب المعلومة لتساعدني في إيجاد ناتج حقائق الضرب المجهولة تتكون هذه الشبكة من سبعة صفوف وأربعة أعمدة لكنك درست سابقا حقائق ضرب العددين اثنان وخمسة وهو الدرس الأول من الوحدة الثانية إذن يمكنك تجزئة هذه الشبكة إلى شبكتين جزئيتين تتكون الأولى من خمسة صفوف وأربعة أعمدة وتكون جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي خمسة ضرب أربعة وتتكون الشبكة الثانية من اثنان من الصفوف وأربعة من الأعمدة وجملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي اثنان ضرب أربعة يقول هذا الفتاة تنص خاصية التوزيع على أنه يمكن تجزئة حقيقة الضرب إلى مجموع حقيقتين ضرب أخرين يعرف عبد الرحمن الحقيقتين الجديدتين لذا يقول عبد الرحمن بأن سبعة ضرب أربعة تساوي خمسة ضرب أربعة زائد اثنان ضرب أربعة أي أن السبعة ضرب أربعة تساوي ما ناتج خمسة ضرب أربعة؟ ممتاز خمسة ضرب أربعة تساوي عشرون وما ناتج اثنان ضرب أربعة؟ ممتاز اثنان ضرب أربعة تساوي ثمانية لكن ما مجموع عشرون وثمانية؟ ممتاز أحسنتم الناتج هو ثمانية وعشرون إذن سبعة ضرب أربعة تساوي ثمانية وعشرون يحتاج عبد الرحمن إلى ثمانية وعشرين مقعدا في فقرة أقنعني صفحة مائة وعشر سوف تجزئ الشبكة التي استخدمناها في السؤال الأساسي بطريقتين مختلفتين أقنعني أستعمل البنية في الحل أذكر طريقتين أخرين يمكن أن يجزئ به مع عبد الرحمن الشبكة التي تمثل سبعة ضرب أربعة أرسم صورة لتمثيل الشبكتين الجزئيتين وأكتب حقائق الضرب الجديدتين والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو لحل هذا السؤال من المؤكد عزيز الطالب أنك توصلت إلى الإجابة لكن هيا بنا نناقش الحل سويا جملة الضرب هي سبعة ضرب أربعة لذا سوف نستخدم الشبكة التي تتكون من سبعة صفوف وأربعة أعمدة يمكن تجزئة هذه الشبكة على النحو التالي فنحصل على شبكة تتكون من صف واحد وأربعة من الأعمدة وتكون جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي واحد ضرب أربعة ونحصل على شبكة ثانية تتكون من ست صفوف وأربعة أعمدة وتكون جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي ستة ضرب أربعة كما يمكن تجزئة هذه الشبكة بطريقة أخرى على النحو التالي فنحصل على شبكتين تتكون الأولى من ثلاثة صفوف وأربعة أعمدة لكن ما جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة؟ ممتاز نعم جملة الضرب هي ثلاث ضرب أربعة ونحصل على شبكة جزئية ثانية تتكون من أحسنتم أربعة صفوف وأربعة أعمدة أحسنتم لكن ما جملة الضرب التي تمثل الشبكة الثانية؟ كما أنتم رائعون جملة الضرب هي أربعة ضرب أربعة عزيزي الطالب تأكد ما إذا كان حلك مطابقا لهذه الإجابة والآن عزيزي الطالب أخبرني ما الذي تعلمناه اليوم؟ ممتاز لقد تعلمنا أنه يمكن استعمال خاصية التوزيع لتجزئة شبكة أصلية إلى شبكتين جزئيتين لقد قمنا بتجزئة الشبكة التي تمثل جملة الضرب سبعة ضرب أربعة بثلاث طرائق مختلفة لكن لماذا نستعمل خاصية التوزيع؟ ممتاز نعم نستعمل خاصية التوزيع لنجد حقيقة ضرب غير معلومة باستعمال حقيقتي ضرب معلومتين والآن سوف ننتقل إلى فقرة التدرب الموجه صفحة 111 لقد جاء دورك عزيزي الطالب لتستعمل خاصية التوزيع وتعيد كتابة حقيقة ضرب باستعمال حقيقتي ضرب أخرين أطبق فهمي في التمرينين ثلاث وأربعة أستعمل الشبكتين الجزئيتين وخاصية التوزيع لإيجاد العامل الناقص يمكنني استعمال قطع العد لتساعدني والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو لحل التمرينين الثالث والرابع من المؤكد عزيزي الطالب أنك توصلت إلى الإجابة لكن هيا بنا نناقش الحل سويا بالنسبة للتمرين الثالث عدد الصفوف في الشبكة هو أربعة صفوف وكم عدد الأعمدة في هذه الشبكة؟ ممتاز عدد الأعمدة في هذه الشبكة هو ثمانية أعمدة لذا فإن جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي أحسنت نعم أربعة ضرب ثمانية لذا فالعامل الناقص في حقيقة الضرب الأولى هو العدد أربعة والآن كيف يمكن تجزئة هذه الشبكة؟ ممتاز نعم يمكن تجزئة الشبكة إلى شبكتين جزئيتين على النحو التالي كم عدد الصفوف في الشبكة الأولى؟ ممتاز أحسنت عدد الصفوف في الشبكة الأولى هو صفين لذا فالعامل الناقص في هذه الجملة هو اثنان وبالنسبة للتمرين الرابع كم عدد الصفوف والأعمدة في هذه الشبكة؟ أحسنت يا بطل عدد الصفوف هو ثلاثة صفوف وعدد الأعمدة هو خمسة أعمدة لذا فإن جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة هي ثلاث ضرب خمسة ويمكن تجزئة هذه الشبكة على النحو التالي كم عدد صفوف الشبكة الأولى؟ ممتاز نعم تحتوي الشبكة الأولى على اثنان من الصفوف لذا فالعامل الناقص في الجملة الثانية هو العدد اثنان عزيزي الطالب تأكد ما إذا كان حلك مطابقا لهذه الإجابات عزيزي الطالب بهذه الفقرة نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم لذا فإن لم تفهم أي فقرة في هذا الفيديو فأعد تشغيله من جديد وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا